من ضمن الاسئلة كنت عاوز اعرف ايه هي وظيفة الاستعلام الميداني هشتغل في البنك الاهلي اوت سورس. في الغالب الاستعلام الميداني بيكون اكثر من وظيفة ولكن في الغالب بيستخدم او بتبقى وظيفته ان هو بيسأل على الشركة اللي هو اشتغل في قطاع الاس ام اي للمشروعات المتوسطة والصغيرة بيسأل هل هي طرح مشروع عامل ازاي بيستسب عن الاشخاص احيانا بقدرة الاشخاص المتحصلات فعادة بيبقى شغله او يعني خارجي. اه مش داخل يعني مش بقعت في مكتب اهو كده. عادة بيبقى شغل اكتر في الخارج. اه المزايا بتاعت الشغلان دي انه بيتعرف عن الناس علاقات اه الكمنيكاش هزا كزا وتتواصل عنده بتبقى كويسة. العيوب طبعا لف وتعب واجهاد طبعا بتعمى عن الناس ايه عاوز ايه بتستعلم ليه. فالموضوع نفسه في ايه بعض الاجهاديات. ولكنها شغلانة نوعا ما كويسة تقدر انك تشتغل فيها الى حين ما تجد فوصة عمل ربنا يكريمك بها باذن الله وتقدم على فكرة لو قدمت في اكتر من بنك. اه دي على فكرة من الحاجات اللي ترفع البورفايل بتاعك لانك اشتغلت حاجات مرتبطة باقسام الكريدت والحاجات الخاصة بيه الاستعلام وممكن تشتغل في الكمبيلينز وممكن تشتغل في الريسك. يعني فيها جزء ميداني فيها وديتا وحاجات كده. فربنا اكتب لك كل خير باذن الله. كما عكم صفحاتي استشارة تدباط الطير لا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو المتابعة كل جديد واكتبونا في التعليقات يا ترى ايه رأيكو في هذه الوصفة.